نبارك للنادي الاهلي يعني من حوالي تلت ساعة قدر النادي الاهلي انه هو يفوز بالسوبر الافريقي فاز على النادي الزمالك فارق ست اهداف تسعة وعشرين تلاتة وعشرين والنادي الاهلي يتوج بلقب السوبر الافريقي المباراة كانت في المغرب وكده النادي الاهلي الاول مرة بيتوج بلقب السوبر الافريقي وبيتأهل الى كأس العالم للاندية كأس العالم للاندية هيكون النادي الاهلي هو اللي بيمثل مصر ان شاء الله طبعاً نهاردة الأهلي من خلال المباراة تابعنا المباراة مع بعض وشفناها وفوز الأهلي على الزمالك 29-23 الأهلي كان هو الأفضل في معظم فترات المباراة يعني دايماً الأهلي كان هو المتقدم والشروط الأول انتهى 15-12 لصالح النادي الأهلي والأهلي بيتفوق على الزمالك النهاردة يعني بحس كده شوية أن الزمالك ما استعدش كويس للسوبر الأفريقي غياب أحمد الأحمر عن نادي الزمالك برضو أثر بشكل كبير جداً سلباً في أداء نادي الزمالك ولكن الأهلي يستحق الأهلي عامل كابتن عاصم حماد المدير الفني عامل فريق كويس جداً فريق شاب فريق من العناصر عنده عناصر خبرة وعناصر شابة في الفرقة فقدر الأهلي النهاردة يفوز على نادي الزمالك وكان معظم فترات المباراة النادي الأهلي فارق على الزمالك 5-6 أهداف وبالتالي الأهلي بيفوز بالسوبر الأفريقي وبيصعد إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد البطولة اللي هتتلعب إن شاء الله في شهر 9 المقبل مبروك للأهلي هارد لك للزمالك الأهلي يستحق النهاردة الفوز بلقب السوبر الأفريقي طبعاً يعني لو تكلمنا على فريق النادي الأهلي النهاردة اللي هنلاقي فيه أكتر من اللاعب كان مؤثر جداً هادي رفعت طبعاً حارس المرمى إسلام حسن محمد إبراهيم يحيى الضرع كل اللاعبة يعني قدت بشكل رائع جداً وبشكل جماعي وتفوق النادي الأهلي على نادي الزمالك ده بالنسبة لمباراة السوبر والأهلي تسلم كاس البطولة وبطل السوبر هو اللي بات أهل إلى كاس العالم للأندية الزمالك محتاج يعني كلمنا الفترة الفاتت في الألعاب الجماعية بدأ تتراجع النتائج شفنا الهندبول بتتراجع النتائج شفنا الطائرة بتتراجع النتائج شفنا كرة القدم بتتراجع النتائج فلازم الزمالك يعني يخلي باله من النقطة دي ويبدأ يعني يشوف إيه الخلل اللي موجود فيه الألعاب الجماعية في الفترة الحالية لدي الزمالك يعني من سنتين الزمالك كان رائع في كل الألعاب الجماعية لكن في الفترة الحالية فيه يعني نقاط خلل ونقاط ضعف فيه نتائج ونقاط سلبية فيه نتائج الفرق الجماعية في نادي زمالك ولكن هنلاقي على العكس تماما النادي الاهلي عنده فرق الجماعية كلها بطلة افريقيا الطايرة واليد والباسكت تلت فرق الالعاب الجماعية هما ابطال افريقيا يمكن فريق كورة الطايرة في النادي الاهلي خد تاني الدوري وخد تاني الكاس بعد طلاع الجيش الهندبول هو بطل مصر في الدوري العام لكورة اليد الباسكت بطل افريقيا ان الاهلي نظم بطولة أفريقيا والأهلي متصدر الدولي المصري في كرة القدم فنقول أن الزمالك بيتراجع في الألعاب الجامعية والأهلي بيتقدم في الألعاب الجامعية طيب خلينا نروح يعني مبروك للنادي الأهلي مجلس إدارته برئاسة المهانس محمود طار على فكرة فوز النهاردة بالسوبر الأفريقي ده إنجاز كبير إن الإنجاز ده بيصعد لبطولة كاس العالم الأندية وده شرف وإنجاز كبير لكرة اليد في النادي الأهلي وأيضا لمصر فالأهلي هو اللي حيمثل مصر وأفريقيا إن شاء الله في كاس العالم لكرة اليد في شهر 9 القادم بإذن الله